انتبهتوا شو صرنا عم نشوف اعلانات عالطرقات لجمعيات سياسية جديدة متخباية بخلفية انسانية اجتماعية؟ من انا خط احمر او بالاحرى انا الخط الاحمر ولدت اكت وهلأ اجتنا واحدة جديدة اسمها نحو الوطن وبكرة اكيد بعد بيجينا غير كتير هول نموذج عن انجي او نبتوا لما اللي وراهن شايفوا قديش في مصاري عم تنكام كل واحد صار بدي يطلع قرشين بيلبس وجه السورجة وبيتقرب من مصدرهم بيبين استعداده لتقديم الطاعة بياخد البركة من 3QA شركة مستشارة سعد الحرير السابقة اللي عفكرة هي الشركة الوحيدة المعتمدة من الغرب لتحديد مين بيعب المعايير للحصول على مساعدات ومين لا وهنيك الكوارث والفضايح والاستنسبية والتسييس بس نبقى ما نخبركن عنهم غير مرة اليوم بهمني الفت نظركن على نقاط معينة طالما حزرنا مننا ما انتبهتوا انه كلها جمعيات الجديدة والقديمة ما قدرت تجتمع مع بعضا وتتفق على مشروع واحد وموحد ليش اقولكم ما انتبهتوا انه فجأة انصار فيماعة مصاري تدفع حق اعلانات وافلام تب من وين ما انتبهتوا انه ما في وجوه وراها وانه كل هم من انتخب حدا غيره مين ما بكرة بيعرضوننا على اخر تكي تب مين هن ما انتبهتوا انه ما عنده طرح وكل شعاراته نقد عقيم وعواطف شو مشروعه البديل ما عنده ما انتبهتوا انه كل يلي وراها الحملية تحزرونا من الاحزاب واليوم عبيتحلفوا مع احزاب للانتخابات او صاروا هن احزاب لك اذا بتحكون شوي بتلاقوا القوة والكتائب والمستقبل والاشتراكة وكل ما نلفل فيه في السفرات وراه مستغربين ما تنغشوا فيهم وما تنجروا عاطفيا هول تجار عم بيتلاعبوا بمصايب الناس ضحكوا علينا ب17 تشرين وهلأ مكملين بالمال الانتخابي لمصالحهم للشخصية والمادية تنفيزا لأوامر المموه ما تنغروا بشعارات وصوليين انتهزيين وتقرروا بردة فعل شغلوا فكركن النقدة وفكروا فيها